بدأت له أيضا مع شبيبات القبائل قيل بأنه تشابكة لفظيا مع المناصرين وكحدث معه شتائم مع عدد من المناصرين رغم أن المباراة دون جمهور المشكلة للمباراة شبيبات القبائل أنه كان سوء تفاهم مع أنت كان واحد سيبورتير كان حاضر في الميدان يعني كان في الفليت ريبيني ونرمام ويكلو نرمام ويكونش فيها كما نقول المناصرين هذا المناصر قبل ما يبدأ المهات وكي كان المات يتلعب وبرضي ما زمدر حتى غلطة هو كان يشغل يشتم فيه يشتم فيه مناصر إذن هذا واحد من إدارة مولودية الجزائر لأن المناصر لاحق له أن يدخلها مباراة بدون جمهور هو دون على الورقة التي تمدت الناس التي تمثل مولودية الجزائر وكي الناس تمثل شبيبات القبائل وكان من الناس التي تمثلون في مولودية الجزائر إلا أنه هو مش إداري في مولودية الجزائر ولا عنده علاقة مولودية الجزائر هو شغل كان مناصر ليسونسيال هذا المناصر كان يشتم فيه يشتم فيه برديم شغل حب يعرف شكون هذا لأنه يشوف في تيران فرغان كان ستة من الناس نعم ستة من الناس قاعدين في تيران معنى تعرف شكون كيف يدرسوا لأخر زادها تضر معك لنفحش وقالوا حسب الله نعمل وكيل والله يهديك هذه كان الردة تقالوا الله يهديك وحسب الله نعمل وكيل كيف كان هذا المناصر من الأول قصده حبي في السرها على أنها شتموا وهذا المناصر عنده ناس في فيسبوك وعنده علاقات مع لي باج وليزيلترا وكذا ورح كتب بلي هذا البرديم ورأو سيشتمني ورأو ديرلي ورأو ديرلي والناس كانت خسارة وخسارة كانت قاسية بخمسة سفر حبوا شغل كانت هذه النقطة لتفيد الكاس إذا ما شغل إحنا خاسرين ها هو برديم ماذا تسبنا برديم مش أخلاقه ومش الناس كل تعرف تربيته رح تسأل عليها القضية وصلت إلى بعد حد بعد لحاقوا إلى غرف تغيير الملابس وأيضا وصلت إلى شكل كبير هذا المناصر شتموا من بعد كدروا له التغيير زاد شتموا هو كان يعد عليه بكلام شغل لا كان يقول له غير ربي يهديك ربي معيك ورح كذا لحقوا للفيستيار كيفاش تخلي هذا حتى للفيستيار تخلي مع الابطة ويقال له أنا جيتك وكذا وكذا حق ما يعني ما كانت تستدام بناتهم ولا حاجة كان شجار لا في برك يعني ذو كذا برديم أنا عبد جري